15 ألف متظاهر خرجوا ليلة الاثنين إلى شوارع مدينة درسدن الألمانية احتجاجاً على أسلمة الغرب في فعالية إسبوعية باتت تجذب المزيد من فئة الشعب الألماني وتمثل تحدياً أمام شعبية المستشرة الألمانية أنجلا ميركل وانتقدت ميركل تنامي المشاعر العدائية جه المهاجرين في ألمانيا مع تصعود وطيرة المسيرات المناهضة للطائرات الإسلامية وقالت إن ألمانيا تسمح بحرية التظاهر لكنها ليست مكاناً للصياد والتشهير بالناس الذين جاءوا إلى بلادنا ويجب أن ينتبه كل شخص ألا يتم استخدامه من قبل منظم هذه التظاهرات وتوجه ميركل تحديات من حلفاء ومنافسين لمجابهة موجة مناهضة للهجرة تتسبب في خروج مسيرات شعبية متزايدة فيما يحذر مسؤول الأمن بالبلاد من تزايد جرائم الكراهية في وقت تبين فيه نتائج الاستطلاعات تأييداً لمطالب المتظاهرين بتشديد سياسات الهجرة في ألمانيا وأضحت ميركل أنها تعمل مع حكومتها على احتواء المشكلات التي قد تنجم عند زايد إعداد اللاجئين في ألمانيا وتصعدت هذا العام موجة من المشاعر المناهضة للمسلمين والسامية حيث انضم اليمنيون إلى عناصر مثير الشعب لمناهضة السلافيين ونفذوا أيضاً هجمات على اليهود في الوقت الذاتي أصبحت ألمانيا ذات مستويات الهجرة القياسية أكبر دولة في أوروبا من حيث استقبال طالبي اللجوء وتقول ميركل إنه لا مجال في ألمانيا لكراهية المسلمين أو أي أقلية أخرى إلا أن حلفاء حزبها الديمقراطية الاشتراكية في الاتلاف الحاكم وأحزاب أخرى يقتنسون الفرصة لإضعاف المستشارة التي تحظى بشعبية بلغت 76% وفق استطلاع جيهان لطفي رايترز